وزيرة حظيت بثلاث وزارات بسنة واحدة أطلت علينا عبر شاشة قناة المملكة لتنظر بالذكاء ولتقدم وصفة مجانية لكل من يرغب بأن يصبح وزيرا فيا عزيزي الطامح بمنصب الوزارة اسأل انجرب ولا تسأل خبير خذ مكونات الوصفة من معاليها نخلط الذكاء الاجتماعي والعاطفي مع بعض وبنحط عليهم رشة خبرة إدارية وإحنا بنضمن نجاح الوصفة فوزيرتنا بعد ما خلطت الذكاء العاطفي بالاجتماعي صارت وزيرة اتصالات ولما رشت عليهم الخبرة الإدارية صارت وزيرة تطوير القطاع العام الوصفة ممتازة بس فيه إشي ما فهمناه هو الذكاء العاطفي فممكن ما عليك توضحينا شو قصدك فيه لأنه في ناس نوياهم مش ولابد وصدقيني عم بحكي عشانك وإحنا مستعدين نخصص لك حلقة كاملة تشرح لنا فيها عن العلاقة بين الذكاء العاطفي والسلطة فيه الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي في كيف يتعامل مع الناس هذا كتير مهم مش تفسر انت بتقولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر